السلام عليكم أخواتي ورحمة الله وبركاته فيديو جديد ان شاء الله اليوم سوف نقدم معكم سباقيتي بالفروتة ديماري وهو بفواكه البحر اللي كانت جيد رائعة وما سوف نقدمها أنا سوف نقدمها الآخر يالي لأنه سبق له وكان نقدم في هذا الطبخ في الريستورات ديال إيطاليا صراحة ملي كي يجي عندي كان نحب ناكل من معجنات من يدول لحقاش كي يسابه بحط طريقة اللي جيد رائعة كيف ما كتشوفه معي هنا يعدنا ماطيشة اللي قطعنا قطعها كي طريفات صغار صراحة وحط طريقة زوينة وكيف مما كتشوفه هي التقطيع اللي كي قطع بماطيشة كي يبان انه راح تيرافي في الطبخ صراحة كي يزعم ما كي طيبة شدي المعجنات رائعة وحنا عارفين الإيطاليين انهم كي يتقنوا هاد المعجنات كيف مما كتشوفه غي قطعها كي طريفات صغار نغاد نشاركها معكم كيف مما كتشوفه عندي هنا فواكه البحر كيف مما كتشوفه مجمدين لمخلطين هنا غادي يضيف شوية ماطيشة هكا المعلابة وعندي هنا يدير وحدي جفصوص ديال التوم اللي هم كبارين كيف مما كتشوفوك يقطعهم طريفات هكا صغار بالإمكان ديالكم انهم تحكوهم عندي هنا واحد المقلة كبيرة اللي ضفت فيها هكا ضاف فيها كنقولكم ضفت فيها ضاف فيها الزيت البلدية وغاي عودي حطريك توم اللي قطع كيف مكتشوفو في الفيديو ويعني راه سهلوك جيت بواحد المعذاق رائع والله منعوش لكم اللي كيف يفجيث وحط طريقة بسيطة وما فيها لازع مقوة التعقيدات لتشي حاجة هنا يدرنا المكيغليها هوايا وهنايا حطينا تومو هادك سميتو شوية غايش حرهم هو كي طيب ونك نصور هنا يصافيم اللي بدأ المكيغلي يدر فيه الملحة باش غادي يسلق فيها البات وسباكيتي كيف ما كتشوفو هنا من بعد غادي شحر هادك التومي شوية كتسخون الزيت صافي ووضع فيها كيف ما كتشوفو ذو القطع دي الماطيشة وهي من الاحسن تكون ديك الماطيشة صغيرة ورا كتكون لها واحدة طعم كتجي في سباكيتي زوينة هنا كيف ما كتشوفو ذا في الصلصة دي الماطيشة كيف ماشي بزيف الحقاش هنا يكن عندنا ضياف وقدرنا واحدة كمية كثيرة قدرنا تقريبا كيلو الارودة سباكيتي هنا اضاف الملح كيف ما كنا رفو ويضيف لها الإبزار فقط في التوابيل ما غادي اضافة اخرى من غير الملح والإبزار وهنا يقل المعدنوس اللي مقطع وقدرها دائما كندروا في المجمين سوف يبقى يطيف هذه الصلصة حتى يندمجوا من بعد غادي اضافة فواكه للبحر او فروتة ماري لأنها راها كناخذها كيم جمدة فيها قاعد الفواكه مخلطين صافي هناك كيف ما كتشوفوا معايا راها غطاها وخلاها تتطيب عقب حول المقلة لجيها وجاب هاد القاملة اللي دير فيها باش دغيات باش دغيات تدير دغيات طيب طيب دا كل ما ديالها صافي هناك سباكيتي كيف ما كتشوفوا تكون نوع متوسط ماشي الرقيقة وماشي الغليدة بزيف كيف ما كتشوفوا صافي غيحطها هكا حتى تهبط مع المسخون وذيك الملحة صافي غتتهبط وغادي يوزعها به هكا طريقة وهنا يراكي يطيب لنا لاصوس تكون على عفية مهيلة باش يطيب وما يوكحش صافي هنا يرا البات كي يقلب فيها وش ديس مما كي طيبهاش بزيف حقاش غادي يكملي الطياف لاصوس كيف ما كتشوفوا معي في الفيديو خليها شوية شادة وصفاها وهناي راشع البوطل بناسع المقلق وغادي بقى هكا كيف ما غادي تشوفوا معي غادي بقى يدمج فيها مع هذيك الصالصة مع الفوكه البحر غايبقى هكا كي يخلط والعافية شاعلة كيف ما كتشوفوا را كي يباليكم العصوس يعني را بقي فيه الماء ولكن بحلل سباكيتي غادي تكمل الطياب ديالها في هاد العصوس وفي هاد الفوكه كيف ما كتشوفوا صافي هكا تدريجين بشوية بشوية الدور ديال انك نخلي سباكيتي ما ما طيباش مزيان بحلها كي باش تكمل طياب ديالها كيف ما كتشوفوا وغا يبقى هكا حتى كتنشف ماشي تنشف كاملة كاملة المهم غادي نتشوفوها ما اللي غادي توجد كيفاش غادي كيف ما كيباليكم في الأول را كان فيها ذاك الاصوس كتير ولكن دابا هي معا تحريك كيف ما كتشوفو صراحة عجبتني الطريقة ساهلة وفي نفس الوقت جات في وحد المعدة قروعة صراحة جات غزال لانتمنى ان شاء الله تجربوها صراحة را كنصور اللي انا كنستافد حتى انا را حتى انا ما كنعرفش لهاد شي ديال طيب ديال طاليين صراحة عير كان ناخدو هكا وناخدو هكا صراحة انا را من اللي كيجرب شي حاجة قدامي كتعجبني كان واللي كنديرها وشي حاجة اللي يزبينا كيف ما كتشوفو هايا بدأت كتوكح ديالك اللي باتك تشرب ديالك اللي كتشربو حسن ما انك تطيبها هادي بوحدها وهادي بوحدها ما كتجيش في هاديك البنة بحالها تشكلها كجات روعة والله العظيم اللي جات بنا فيها صراحة منكم تجربوها وتزعمو تديروها برويوسكم هادي نشوفو اللد اللي اني فيها صافي هنا هاية كاملات كيف ما قلنا لكم طيب صافي اطفينا عليها البوطة كيف ما كتشوفو راح ما بقاش فيها ذاك ذاك المدية اللاصوس ما بقاش كامل شرباتو كيف ما كتشوفو صافي دابة هي وجدات وغادي ندوزو باش غنحطوها وتشوفو الطريقة حتى كيفش كي يحطها طريقة حشرافية صراحة كيف ما كتشوفو كي ياخدو حد المغرف وانا ما عنديش فرشيطة كبيرة هما يكونوا في الريستورات كي يكونوا ذوك الفراش الكبار وكيلويها بهذيك الطريقة كيف ماشته وكي يحط في طباس بهذا الطريقة هذي وعادة في الاخير كي يحط من فوقها الماطيش ولا كي يحط ذاك شي اللي كي يبقى كيف ما كتشوفو يعني الطريقة راحشرافية وراقية وكتجي في نفس الوقت هكا كي يحطو في الريستورات كتجي راقي وكتجي حتى في الماضاقة ما نعودش ليكو كيفش كتجي اتمنى ان شاء الله تجربوها علش الله ودعوا مع السافشة السعيد الاخ ديالي يسهل علي الله يشد الوريقات دياله اللي شافت الفيديو الدعا معه اللي يستر لي الأمور كيف ما كتشوفو أنا اتمنى ان شاء الله بكل نفسك سواء طيبه يشد الروز لابا ان شاء الله أنسان واذا يجربوه كيف ما كتشوفو يأخذ الفوكه البحر ويضعها من فوق سوف يكون الطابق هو هذا الذي يأتي روعة وحبيت أني نستفيد ونفيد ولهذا أتمنى إن شاء الله اللي يعجبين الفيديو وما تبخلش لنا بلايك وبالدعاء وبشي كومنتر زوين ونتلاقوه إن شاء الله في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله